بألوان مختلفة تستقبل أصيل زائريها كل عام مدينة تكتظ بالسياح في الصيف خصوصا أثناء موسمها الثقاثي الذي يحتضن فنونا مختلفة مرة كل عام ويجذب زوارا من كل أنحاء العالم بحب فيها الطبيعة، بحب فيها العمران البسيط بحب فيها التنمية اللي شفتها عم تتطور من سنة إلى سنة شابات وشبان يأتون إلى هذه المدينة الأطلسية في فصل الصيف للعمل في المهرجان الذي يخلق فرصا كثيرة لهم في مختلف القطاعات ولتخلو إقامتهم من المتعة أيضا صار لي أكثر من خمس سنوات كنشتغل في المهرجان وكل سنة يجبني أكثر من كل سنة يكون أحسن من الآخر أصيلة فيها دينامية صقافية مش أول سنة عم تصير صلى أكثر من ثلاثين سنة هذا الموسم الثلاثة وثلاثين مشروع ثقافي بامتياز أتمنى أنا كاللبناني يكون بأي مدينة لبنانية في مشروع مماثل في مهرجانها الثالث والثلاثين لا تزال أصيلة تسخر بلوحات فنية من أرجاء العالم العربي تفتح أمام أهل المدينة وزوارها من دون أي قيود على دخولهم إلا أي صرح ثقافي صحيح أن هناك الآن عدة مهرجانات وعدة مواسم في المدن المغربية ولكنني أعتقد أن أصيلة كان لها السبق في طرحها الكثير من المواضع وتناول الثقافة بمفهومها المفتوح الشعبوي والموسم الذي يمتد على مدى عشرين يوما لا يزال يشهد افتتاح معارض متعددة خصوصا من دولة الكويت ضيفة شرف المهرجان ليست الوحيدة لكن أصيلة هي أول مدينة مغربية تملأ أجواءها ثقافة جديدة لا تقتصر على ندوات نخبوية إنما نشاطات مفتوحة لمختلف شرائح المجتمع من أصيلة شمال المغرب نيفين أفيوني العربية